اشتركوا في القناة في مجالات النقل البحري والتوقي من الكوارث الطبيعية والفلاحة أساسا الاتحاد العام التونسي بالشغل ينادد بزيادة أسعار عديد المواد الأساسية على رأسها السكر وغير المعلبة الموجه للاستهلاك العائلية أهلا بكم مشاهدين الكرامة مجموعة أصدقاء تونس بالبرلمان الأوروبي مبادرة دعم ومساندة أحدثها البرلمان الأوروبي وأعلنها الخميس في أول أيام زيارة الرئيس قيس سعياد إلى العاصمة البلجيكية لحضور قمة تونس الاتحاد الأوروبي الثانية ببروكسل قمة ترمو تعزيز علاقات الطرفين الاقتصادية خصوصا في قطاعات الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة والتشغيل والبحث العلمي والتكنولوجي اثر حلوله بمطار بلاغ ببروكسل حيث كان في استقباله وفد دبلوماسي رفيع المستوى التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد في مفتتح زيارته إلى بلجيكيا العاهلة البلجيكية الملك فيليب بالقصر الملكي ببروكسل وتناول لقاء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين وسبول تعزيزها في جميع المجالات وبمقر سفارة تونس ببروكسل حذر الرئيس قيس سعيد حفل استقبال بمناسبة زيارته الرسمية أشرف خلاله على تركيز مجموعة أصدقاء تونس بالبرلمان الأوروبي بحضور عدد هام من النواب الأوروبيين الممثلين لمختلف الكتلة السياسية نعلن اليوم بكل سعادة عن إحداث مجموعة أصدقاء تونس بالبرلمان الأوروبي لمزيد دعم المبادرات المشتركة وتقريب ضفتي المتوسط وتصليط الضوء على أهمية المثال التونسي بعد عشر سنوات من ثورة اليسامين التي وضعت في البلاد أسوس الديمقراطية التي يمكن أن تمثل نموذجاً مستقبلياً لجل البلدان العربية والإسلامية وبين رئيس الدولة خلال الجلسة التي حضرها بالخصوص وزير أشؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج عثمان الجارندي والوزيرة مديرة الديوان الرئاسي نادي عكاشا وسفير تونس ببركسل نبيل عمار وكذلك أعضاء البحثة الدبلوماسية بيّن أهمية هذه المجموعة في ربط الصلة بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي وتونس ودفع التعاون المشتركة وتأتي زيارة رئيس الجمهورية إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتعميق الحوار السياسي مع الاتحاد الذي يمثل الشركة الاقتصادية الأول لتونس منذ أكثر من نصف قرن وتمثل هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس دولة منذ سنة 16 ألفين فرصة لأول مرة في تاريخ العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات على أرفع مستوى مع الرئاسات الثلاثة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي وهي المجلس والمفوضية والبرلمان بما سيمكن من أعطاء دفع وخاصة على الصعيد المالي وكذلك لدعم الإصلاحات التي تقوم بها تونس من أجل دفع الاقتصاد الوطني كما تتنزل هذه الزيارة في سياق بدأت فيه تونس مع الاتحاد الأوروبي العمل لتخطيط برنامج الشراكة الممتد بين سنتي 21 و 2027 و 2000 والذي من شأنه الاستجابة لمقتضايات الأولويات الاستراتيجية الجاري وضعها وتعتبر هذه الزيارة مناسبة هامة كذلك للتحاور حول الأولويات مع الرئاسات الثلاثة بالاتحاد الأوروبي في إطار رؤية جديدة للعلاقات الثنائية من أجل شراكة تكون متجددة ومسجمة مع التوجهات الاستراتيجية للجانبين والرهانات المستقبلية خاصة فيما يدين الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي وتحفيز الطاقات الشبابية وتشغيلها فضلا عن قطاعات التجديد التكنولوجي وكذلك البحث العلمي تونس في قلب أوروبا اليوم من خلال مجاركة رئيس الدولة في النسخة الثانية من قمة تونس الاتحاد الأوروبي هنا في العاصمة بريكسيل العاصمة التي تضم أهم مؤسسات الاتحاد الأوروبي بما يعطي للشراكة بين الجانبين دفعا أكبر وأفاقا أرحب للتلفز الوطنية التونسية ناجح المساوي بريكسيل كذلك عقد رئيس الجمهورية بمقال سفارة تونس ببركسيل جلسة عمل مع رئيس البنك الأوروبي للإستثمار فارنر هوير الذي جدد التعبير عن التزام المؤسسة المالية الأوروبية بمواصلة دعم تونس رئيس الدولة بالمناسبة دعم ضيفه إلى مزيد تعزيز شركة تونس والبنك الأوروبي لإستثماره ومساهمته في إنعاش الاقتصاد التونسي وفق صياغ وآليات مبتكرة ومعاضضة الجهد التونسي لمجابهة كوفيد-19 إضافة إلى تعزيز دور البنك في تطوير المؤسسات التربوية وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة قيسس عيد عبر لفيرنان هوير عن تطلع تونس إلى مساهمة البنك في تمويل مشاريع كبرى منها مدينة الأغالب الصحية والقطار السريعة ليجدد المضيف التزام البنك الأوروبي للاستثمار بمواصلة تعم تونس وتمويل مشاريعها ذات الأولوية تتويجا لأشغال دورة ثالثة للمجلس الأعلى لتعاون تونسي الفرنسية مجموعة اتفاقيات ووثائق نواية تم توقيعها على يد رئيس الحكومة هشام المنشيشي والوزير الأول الفرنسي جون كاستيكس تتعلق بقروض لفائدة تونس وخارطة طريق توضع بين الشركين تشمل أربعة محاور تهدف إلى تعزيز التعاون تم اليوم توقيع اتفاقياتي قرضين سيديين واتفاقياتي شراكة وتعاون وأيضا وثيقتين أعلان نواية بين تونس وفرنسا تخص مجالات النقل البحري والتوقي من الكوارث التابعية وتحلية بياه البحر والفلاحة فضلا عن التجارة والمجال الرقمي وهذا بعد إقرار خريطة طريق خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي في دورته الثالثة تشمل أربعة محاور التعاون وهي هيكلة الشراكات والبرامج الطموحة وتدعيم مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وترسيدها خاصة في مجالات التنمية وإعادة إنعاش الاقتصاد وتدعيم الاستثمارات لخلق مواطن شغل مستقبلية وتوفير التكوين المستمر والتربصات للشباب لتحقيق تنمية مشتركة وقد مثل هذا الاجتماع أوعدا متجددا للوقوف على مدى التقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة واعتماد الخطط الثنائية في كافة القطاعات ذات الأولوية واستكشاف الفرص المتاحة في المجال الاقتصادي والمالي والتعليم العالي والبحث العلمي والرقمنة والتربية والتكوين المهني وفتح أفاق أرحم لعلاقاتنا التاريخية الاجتماع بحث في سبول التعاون الممكنة بين البلدين فيما سعى لدفع التنمية وبرنامج الإصلاحات التي تنكب عليها الحكومة التونسية أعدت التأكيد على دعمنا الكامل للإصلاحات الاقتصادية التي بدأت بها السلطات التونسية والتي يجب أن تتجسد بأسرع ما يمكن ولقد أكدت على وجه الخصوص لرئيس الحكومة نشر أو توفير خبرة تقنية من أجل إيجاد وكالة لإدارة المدينية والخزينة وكذلك وكالة لمساهمات الدولة وفقا للطلب فيما تعلق بتنمية الاقتصادية إن البلدين سوف يعمق شراكتهما خاصة في المجال الرقمي أود الإشادة بدعم فرنسا لمخطط الإصلاحات الكبرى التي تعتزم الحكومة التونسية إطلاقه ووقوفها إلى جانب بلادنا في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأوروبية لحشد الموارد الضرورية لتنفيذ الإصلاحات المذكورة قاصة في هذه المرحلة الأخيرة من البرمجة متعددة السنوات وتحديد أولويات الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027 وهضف الوزير الأول الفرنسي جون كاستيكس أن بلاده تدعم عدة مشاريع لتنمية الجهات وتعمل على الإثابة تعهداتها تجاه تونس في سلة لموضوع القرض الذي أسندته لتونس السنة الماضية الوزير جون إيف لودريان جاء في أكتوبر 2021 على ما يبدو لي للتوقيع على 150 مليون ولكي نكون دقيقين 100 مليون قد دفعت فعلا حتى الآن وبطبيعة الحال نحن ننوي الاستمرار وننوي تنفيذ التزاماتنا التعاقدية مع تونس في إطار التعاون وتم خلال المجلس الأعلى للتعاون بحث الملف الأمني على فرضية مواجهة البلدين لتحديات مكافحة الإرهاب ذاتها وهذا لمزيد التنسيق على عدة مستويات مثل التحكم في تدفق الهجرة غير النظامية ومحاور أخرى أؤكد لكم أن هذه المواضيع كانت محور مناقشاتنا وهي في الواقع في محور مناقشاتنا بشكل دائم لقد تكلمنا عن عودة المتطرفين والذين صدروا حكم بحقهم إلى تونس والتحكم بالهجرة غير الشرعية وكذلك السلامة والأمن في المرافق والمطارات وكذلك الخدمات ونظر المجلس الأعلى لتعاون في كل الظروف الملائمة لإنجاح القمة الثامنة عشرة للفرنكفونية التي ستحتضنها تونس في نظمبر القادم فضلا عن التظاهرة التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع الفضاء الفرنكفوني أهمية متعزيز علاقات تونس وفرنسا وتنوعها وتسريع تنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة على رأسها تلك المتعلقة بالتشغيل وتأهيل الشباب والهجرة والتنمية المستدامة والصحة والبحث العلمي والتكنولوجية أبرز محاول لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بالوزير الأول الفرنسي جون كاستيكس الخميسة نوه فيه الرئيس بتعاون البلدين في مجال مكافحة جائحة كورونا الذي تجددت مواعيده مؤخرا حين قدمت فرنسا هيبة للمستشفيات العمومية ووضعت وحدات إنتاج أكسجين طبي تحت تصرف المستشفيات الجهوية بولايات سيدي بوزيدا وتطوين وصفاقس الرئيس دعا فرنسا إلى مواصلة معاضدة جهود تونس في التصدي للجائحة والحصول على لقاحات كما تبادل وظيفة تونس وجهات النظر في مواضيع إقليمية ودولية تبادلنا وجهة النظر خاصة حول الملف الليبي الذي يعد محل اهتمام كبير شكرت رئيس قيس سعيد على جهوده التي بذلها في المسار السياسي لخروج ليبيا من أزمتها والتوصل إلى حل ليبي ليبي ودوره الحاسمي في منتدى الحوار السياسي الذي رسم هذا الطريق تقدير دعم فرنسا تونس ومساندتها مسارها الانتقالي أهم ما عبر عنه رئيس مجلس نواب الشعب رشد الغنوشي وهو يلتقي الخميس وفدا برلمانيا فرنسيا ضرورة مزيد دفع تعاون ثنائي خصوصا في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب مسألة أخرى وقف عندها الغنوشي فيما أكد أعضاء الوفد البرلماني الفرنسي اهتمام المؤسسة التشريعية الفرنسية بمزيد توطيد العلاقات مع مجلس نواب الشعب التونسي وتكثيف لقاءات تبادل الخبرات أساسا في مستوى مجموعات الصداقة البرلمانية الوزير الأولي الفرنسي جون كاستاكس أعلن وهو يغادر الترابة تونسية عن هيبة بلاده لتونس ووضعها ثلاثة وحدات إنتاج أكسجين طبي على ضمة ثلاثة مستشفيات جهوية هي مشافيس فاقس وسيدي بوزيد وتطوين مع توفير مستلزمات طبية وإقناعات واقية وأجهزة تنفس إصطناعية والكل بقيمة ثلاثة ملايين يورو في شأن آخر وبين من رأى في الأمر استهدافا لمقدرة التونسيين الشرائية وتنكيلا بها وما بين من قدره على أنه خطوة مراجعة لمنظومة الدعم المهترئة تبينت الأراء حول زيادة سعر السكر غير المعلب التي أقرتها وزارة التجارة مؤخرا بما مقدره 250 مليم جدل واكبت الأخبار محطاته وعادت بأبرز مواقفه زيادة ب250 مليم أقرتها وزارة التجارة في سعر مادة السكر الأبيض السائب الموجه للاستهلك العائلي ليصبح سعره دينارا و400 مليم للكلغرام الواحد زيادة رأى فيها البعض استهدافا لمقدرته الشرائية المتداورة واعتبرها البعض الآخر خطوة تمهد لمراجعة منظومة الدعم على المنتوجات الأساسية زيادة 250 مليم فرد بربا والله أقرب على الأخر وقسم بالله معنا ده واحد ما نعرش في البلاد هذه كل شيء يزيدوا فيه كل شيء يزيدوا فيه عدش المياه هاي عدش المياه عدش المياه عدش المياه بربي سكر وحليب ويسر مواتم صراحة سيتعب معاج ضريتونا مش السكر اللي ضرنا ومسكين اللي عنده العيلة والله العظيم مسكين يا ممي كان أنا واحد ينهز لحشرة العشرية يوفاء وما تشريش حتى للحم على أساس كي بشي زيدي زيدي ومبعدك بشي قارة بشي عمناه لك قارة بشي عمناه لك لم دعم بشي نحيه وهذا هو القارة المشيين بيه بشوية 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 نحنا كل مرة يزيدوا حاجة شي ما نحصوش به ومبعد لم دعم يتنحها أنه اليوم في بيننا بشي من جهتها تؤكد وزارة التجارة أن الزيادة المقررة في سعر مادة السكر كانت بغاية التقليص من حجم الخسارة التي يتربدها الديوان التونسي للتجارة في ظل خضوع هذه المادة إلى قواعد وتقلبات أسعار السوق العالمية الديوان مصطر أنه يقتني المادة هذه من الأسواق العالمية التي هي شهدت مادة المادة هذه في الثلاثة سنوات الأخيرة الثراب كبير في الأسعار ولكن الديوان التونسي للتجارة دائما يبيع فيها بالسعار وهذا يكلفته خسائر كبيرة الخسائر في حدود 540 مليون دينار وهي تمثل 87% من خسائر الديوان التونسي للتجارة في حال أنه حفاظا على التوازنات المالية للمؤسسة هذه تم الترفيع في السعر 250 مليون في الكيلو وهو مهم أنه لا يوجد حتى علاقة مع مراجعة منظومة الدعم للسكر منظمة الدفاع عن المستهل استنقلت الزيادة في الأسعار التي شملت مادة السكر وغيرها من المواد المدعمة وطالبت الحكومة بإيجاد حلول أكثر نجاعة لا يتحمل المواطن أعبائها مرها ما صارت في السنوات الفايتة الكل أنه يزيد في مادة السكر 250 مليون زيادة فرب المرة 250 مليون رهي تداياتها وخيمة على جيب التونسي اليوم لجانب زيادات الأخرى النقل المحروقات كل مواد استهلاكية المعننة وغير المعننة كان الأجزر بسلطة الإشراف إقبل ما تمشي إلى حل رفع الدعم والزيادات في الأسعار أنها تلقى حلول للفئات هذية إقبل برنامجها متعرفها الدعم وتبقى تخوفة المواطني واردة أن ترافق الزيادة في سعر مادة السكر الموجه للإستهلاك العائلي زيادات في مواد استهلاكية أخرى الاتحاد العام التونسي لشغل ندد الخميس بسيادة أسعار عديد المواد الأساسية واتهم الحكومة باستهداف قوة عموم تونسيين وصفاً الزيادات بالخطوة الاستفزازية غير المسبوقة لشعب التونسي التي خططها الحكومة تنفيذاً لما التزمت به منفريدةً من برامج لسندوق النقد الدولي المنظمة الشغيلة أكدت رفضها القاطع تعهدات الحكومة الأحادية لدى الدوائر المالية العالمية مستنكرةً صمتها عن تنامي التهريب والاحتكار واتهمتها بتستر على التجارة الموازية التي تمارسها اللوبيات كما جاء في بيان الاتحاد الذي انتهى لإقرار حقيقة أن تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد نتيجة طبيعية للتجاذبات السياسية اتحاد الشغالي ذكر الحكومة بتنبيهاته المتكررة من اجتداد الأزمة الخانقة التي دفعت إليها الأطراف الحاكمة في اخبار الوضع الوبائي سجلت وزارة الصحة يوم الأربعة ثلاثة وخمسين حالة وفاة وألف وثلاثمائة وسبعة وتسعين إصابة بكوفيد تسعة عشر وقد تم تركيز المخبر العسكري الجرثومي المتنقل بولاية القيروانة باعتبار خطورة الوضع الصحي بها لتؤكد وزارة الدفاع الوطني أن المخبر المتنقل سيساهم في رفع عدد التحالي اليومية إلى مائة وخمسين طيلة أسبوعين ونخدم بالرياضة مشاهدين فقد تأهلت لعبة التنسي تونسية أنجابر المتنقل نهاية الموعد الإخباري ذا المشاهدين الكرام وهذا تذكير بالعالمين رئيس الجمهورية يشارك في أشغال قمة تونس الاتحاد الأوروبية الثانية ببروكسل لدفع التعاون في مجالات مختلفة ست اتفاقيات تعاون بين تونس وفرنسا توقع في مجالات النقل البحري والتوقي من الكوارث الطبيعية والفلاحة أساسا الاتحاد العام تونسي للشغل ينادد بزيادة أسعار عديد المواد الأساسية على رأسها السكر غير معلبة الموجه للاستهلاك العائلية جديد أخبارنا تواكبونه دوما عبر قناة يوتيوب وطنية ريبلاي والموقع الرسمية الخاصين بالتلفازة التونسية بيت التونسيين نوما هادئا اشتركوا في القناة